صباح الخير مشاهدين الأعزاء برحب بحضراتكم وأهلا بيكم في أول حلقات برنامج نادا شو بمناسبة إن إحنا التقس مش مظبوط اليومين دول والجو برد جديد وفيه إنفلوانزة وفيه أمراض كمان على الحيوان وعلى الإنسان خلوني الأول أرحب بدافي الدكتور محمود أبليزيد استشاري وتخصص طب جراحة الحيوانات برحب بحضرتك برحب بحضرتك وبرحب بساعدة المشاهدين وعشان صحتك تهمنا وكمان الرفق بالحيوان حاجة كمان مهمة عندنا هيخلينا نقول مع الدكتور محمود قولينا إيه الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان أولا أنا أحب أوضح إن الأمراض المشتركة معناها إن المرض للحيوان ممكن ينقله للإنسان والأمراض المشتركة من أخطر الأمراض اللي بتصيب الحيوانات والإنسان على الجانبين وصلت الضراوة من ضراوة المرض أو المكروب إنه هو بدأ يتحور ويصيب من اللي هو بيصيب الحيوان حصله طفرة أو تحورات إنه هو بدأ يصيب الإنسان كمان وده نتيجة على ضرورته أما ده شرسته بتأثر على المستوى الاقتصادي يعني مش مجرد إن بتساب خسائر اقتصادية بالنسبة للناس المربيين الحيوانات على المستوى الاقتصادي اللي هو غرض بناء الربح أو الحيوانات الألف في البيوت لا بتأثر على المستوى للصحة الإنسان كمان بس أنا سريعا كده هبدأ أقول على أشهر الأمراض اللي بتصيب الحيوان وبتصيب الإنسان على نفس المكروب أو نفس الصعيد قلنا أشهرها وأختارها يعني إيه كمان للأمراض الخطيرة يعني أولا أمراض اللي بتصيب الأمراض المشتركة في منها أنواع في منها أمراض بيروسية أمراض بكتيرية أمراض فطرية أمراض طفيلية طبعا أختارها الأمراض البيروسية طبعا الأمراض البيروسية يعني يعتبر هو على سلسلة ضراوة الأمراض ممكن نتكلم عن الحمى القلعية ما فيش مربي حيوان ما يعرفش عن الحمى القلعية الحمى القلعية بتجي للمواشي الجموس والبقر والحنات الحوافر وممكن الإنسان اللي بتعامل بطريقة غير سلوكية أو طريقة غير ما بيتنبأش بالحرص مع الحيوان المصاب ممكن المرض ينتقل له كمان لازم يكون في رعاية وقاية في التعامل ما بين الاتنين آه طبعا أساسي لازم يعني أنت بتعامل مع حالة مرضية وفيروسية كمان لازم تكون عندك تتعامل بحرص أمن حيوي حرص جامد شديد الحمى القلعية بتجي للحيوانات بتسابل تغفل فم والحوافر وفاجدان في الوزن ويرفع في درجة الحرارة وخطر الحمى القلعية في الحيوانات إن هي حتى بعد العلاج ممكن الحيوان يدخل في الشوكة كده يحصل له حاجة اسمها إنه يبدأ عدد القلب تقف يدخل حاجة اسمها كربط كاريزمية الحيوان يموت لما الحيوان خلاص دي الإصابته طب الإنسان بينتقل للإنسان عن طريق التعامل الديريكت المباشر من غير حرص من غير وقاية من غير وقاية معي يبدأ يساب للإنسان التابات في الفم صعوبة في البلع نفس الأعراض تقريبا تفضل جدا الحرارة هذا الأمر في جسمه الناس اللي بتقطني أو بتشرب اللبن بتستخدمه من غير متغليه من جاي من حياة مصاب دي مشكلة دي الأعراض المصاحبة دي بينتقل إزاي يعني لو أنا شربت لبن مش ماغلي مش ماغلي كويس مش ماغلي كويس مش حصله بستيريزيزيشن كويس جدا أو المنتجات اللحوم منتجات الحيوانات دي بتاقي مشكلة جدا ويكون الحيوان تعبين آه طبعا ده يعتبر تقريبا أخطر يعني يعتبر أول مرض بالنسبة لنا أخطر مرض آه تمام بنتقل عن طريق اللبن آه طريق اللبن ومنتجات الألبان عموما لو من حيوان منحوم صوب آه تمام وبالنسبة لنا برضوك بالنسبة للحوم برضوك نفس المشكلة مرضية منتجات بالنسبة للحيوان المصاب اللحوم والألبان الحوم والألبان تاني حاجة نتكلم مثلا للحوم لوضاء المتصد حوم لوضاء المتصد يعني يعتبر شهيرة جدا بتنتقل للحيوانات وبعضها من طريق البعوض يعني شفت حضرتك يعني احنا تكلمنا دلوقت عن الأمن دلوقت البعوض الناس اللي ما عنداش حتة اللوة تتسيطر على موضوع المقربات والأمن الحاوي والحشرات الموجودة في المكان ده بتسبب في امتشار المرض بدرجة أسرع بدرجة أسرع آه طبعا امتشار المرض لما بقاش فيه يعني موجرات ما ترايش موجرات التهوية والرطوبة والبعوض ده بتسبب لإنت تبقى عندك انتشار المرض أسرع ما بين القطيع وذي مشكلة دي مشكلة إننا لو أنا عندي متابع للسلوك والأمن الحاوي معايا وعملية النظافة في المكان اللي حواننا عايش فيه والمرض جاه ده بيبقى انتشار أقل شوي فبالنسبة لي مش هسبب خسائر عالية بالضبط هابدى أسيطر على مرض بالكمية أعلى بالضبط هم المصادع بتنتقل من الحيوان الإنسان برضو منتجات الألبان ومنتجات الرغزية بتاعة الحيوانات المصابة المصابة أساسي طيب دلوقتي لو في مكروب طيب إحنا نعرف إزاي الحيوان ده مصاب إزاي إنتفاع بتدركة الحرارة تحليلات الأعراض اللي بتظهر عليه طيب إنتفاع بلدركة الحرارة السلوكه مش مصبوط بالنسبة لمسلا فقدان في الشهية فقدان في الوزن الكريتكال أو التحليل الحاجات اللي بتبقى دايما التشخصية كريتكال للمرض اللي بتحليلات أبدأ أخذ عينة عينة دم من الحيوان أو حسب نوع المقروب أبدأ أخذ عينة أستطيع كل مقروب بيبقى ليه مكان في جسم الحيوان فعلى حسب نوع المقروب الحيوان اللي بقى مصاب بالنسبة للحوم اللي هو وضع المتصدع المقروب للإنسان اللي هو الغير حريص في التعامل مع الحيوان ونفس الوقت ممكن يسبب بالنسبة للإنسان اللي هو هزلم في جسمه رفع في درجة الحرارة جسمه مكسر وده مشكلة جاءة يعني لازم يبقى حرص ده ما بتعلم الحيوان لازم يبقى في وقاية وحرص بطريقة جديدة معنا مدخلة دكتور محمود رفعة رشوان مدرس مساعد بكلية تربية نوعية بجامعة عين شمس ألو ألو السلام عليكم مساء الخير ازاي حضرتك مساء النور ازاي حضرتك يعني حضرتك من وراء الشاشة والله ربنا يا عزك ربنا يا كريم اتفضل أنا كان عندي بس استفسار لدكتور محمود بخطوص أنا عندي قط ميل القط ده عملية التبول عنده يعني أصبحت مش بالشكل المطلوب يعني مش الشكل الطبيعي بتاعها وزي ما يكون التبول بيتم بشكل متقطع وحاسس ان القط بيتألم أصلا فأنا كنت عاوز أسأل ضيف حضرتك لو يقدر يفيدني في الحالة دي اتفضل يا دكتور حاضر حاضر أولا المرض اللي الدكتور محمود بيتكلم عنه ده مرض شائع جدا في لوقات الزكور الزكور القطة الزكور بالأخص مرض شائع جدا في الزكور المرض ده حالة من الاثنين عملية التبول اللي بتحدث في القطة لازم تكون طبعي طيب لو الحيوان قدامي دلوقتي بدأ يظهر أعراض ألم في عملية التبول ده بتبقى حاجة اثنين يم حاجة اسمها سيستايتس اللي هو بالعربي التقى في المسانة أو ممكن في حاجة اسمها يورسلاسس أو عملية اللي هو الكيدنستون أو الحصوات تمام ده بيبقى حالتين طيب نفرق بالأتنين ازاي لو هنتكلم عن معمليا تحليلات البول والصنار يبدأ يبين ما كان فيه حالة انفلاميشن أو التهب في المسانة في قدر المسانة أو حالة حصوات موجودة في الحالة طيب أنا أميزها ازاي بالشكل الظاهري بالنسبة لي لو يبقى فيه التهبات في المسانة بيبقى إفراز الكليتين مجرد ما الكليتين بتعمل عملية البول معها ويبدأ البول ينزل المسانة المسانة بتستحملش وجود البول فيها فتلاقي الفريقونس أو عملية التبول بقت أكتر من المؤتد ألاقي مثلا القطة والحيوان اللي في اللي عندي بيعمل اليورينيشن أو التول بتاعه أكتر من نحن شايفين كمان بعد الصور اللي حضرتك متصورها مع الحيوانات تمام بتدل على الكلام اللي حضرتك بتقوله بيبدأ الحيوان يعمل معي رونيشن يعني في فترات أكتر من المؤتد في نفس الوقت كمية البول سابت تمام كمية البول معي سابت عشان هو يدوبك هو كل فيها أنه المعدل التقرار بيبقى أكتر من المؤتد ويحدث معي ألم في الحيوان في البطن نحن نحس أنه بألم طيب الحالة التانية في حالة اللي هو الحصوات ألاقي الحيوان بيعمل البول بتاعه في المعدل الطبيعي بتاعه بس الفكرة في عاملة الخرج ألاقي بينزل ضرب بي ضرب كده يعني نقط نتيجة نلحصها وبطقيق خروج البول تمام تمام طيب بنتغلب على الحالتين ازاي بالنسبة للحالة السيستايتس أو التهبل في المسانة بنبدأ نبدي بعض الموضات الحيوية وموضات التهبات اللي هي بتساعد بتعالج التهبات الموجودة برضو بنبص الموضوع الغذاء ممكن يبقى فيه مشكلة أصلا غذائية أو نور الغذاء اللي بقدم له الحيوان هو اللي عامل المشكلة دي معي وابدأ بقى بعمل كومبيترست للحيوان وعمله معاملة يعني آدمية عشان خطأ ده هو طبيعي لازم عامله كده أساسا هو المفروض مبدئيا يتوجه لدكتور بيتاري متخصص أه طبيعي يعني يا دكتور محمود حضرتك معنا قالو هو تقريبا الخطأ هو المفروض مبدئيا يتوجه لدكتور متخصص بحيث أنه الطبيعي بيتاري مش موضوع أو الحيوان يوجهه للصح طبعا لازم أي مشكلة حصلت معه في حيوان الأليف أو الحيوان النب ربي هو يقدر بقى يشخص له دي حصوات دي لتهفل بول كلام ده كله تمام لازم دكتور بيتاري يعني لازم دكتور بيتاري كلما كان مروحك للدكتور بيتاري أسرع كلما كانت استجابة العلاج أحسن وفرصة العلاج بيت أفضل والمفروض أصلا كمان يكون فيه متابعة أصلا آه طبعا متابعة دورية يعني هو حتى لو الحيوان اللي حضرتك أو حضرتك مربية مفروض أنه يبقى فيه متابعة مع دكتور بيتاري فعلا فعلا بالنسبة للجدور التفصينات والرعاية آه طبعا أتجنب حدوث المشكلة أصلا يعني الوقاية خيره من العلاج بالزبط أنا دلوقت لما أكون بتابع الحيوان بتاعي قبل حدوث المرض أنا بدأ أربق به يبقى في النسبة لي بدأ مدخل في المشكلة العلاج طويلة وأبدأ أي طرح الحيوان هيتعالج أو نسبة العلاج بتبقى ضعيف أنا بالنسبة لي هابدأ أرضع المرض أبدأ أحدوثه حتى في بعض الأمراض الفيروسية يبقى في تحليط الدم قبل حدوثها إذن مثلا لو قلمنا مثلا عن عنابر الدجاج بالنسبة لنا قبل منزل تحصينات أو في صفة دورية بتابع بتتري المناعة بتاعت الحيوانات في القطاع عندي ده أبدأ أخذ عنات عشوائية من العنبر اللي عندي وكل أسبوع بحللها وشوف إنه قصة مشة إزاي حتى كمان قبل منزل العلاج يعني ممكن عند الحيوان يبقى مريض وأبدأ أنزل العلاج معه بس المشكلة المناعة ومش مستحملة إيه البرنامج اللي هم يمشوا عليه مثلا إذا كان الإنسان اللي مربي حيوان كده أي شخص أو مثلا لحد عنده يعني مجموعة من الحيوانات بيربيها في البيت أو شغال في مكان زي كذا إيه البرنامج يعني الوقاء اللي المفروض يتخذه عشان ما نوصلش المرحلة دي أول بأول حاجة يعني حد لو شخص مسؤول مثلا عن مجموعة من الحيوانات والكلام ده كله المفروض يعمل إيه وفي نفس الوقت لو واحد عنده مثلا أي حيوان في البيت بيربيه أنا عايزة ربين حضرتك نقطة لازم أمر رب الحيوان أبعرف سلوك وماشي إزاي نوع التغذية بتاعته الأمراض بتاعته اللي ممكن ينقلهالي والأمراض اللي ممكن تجيله أساسا يبقى عنده حتى خلفية بالنسبة لما يكون عنده مقتنع حيوان يعني فيه حيوانات بيبقى لها مكان معين ومساحة معينة تمام فلازم أكون مطلع عليه اللي بيمشي المفروض يعمل لك ده الدكتور البيتر أساسي يعني مش مجرد يعني حتى لما يجينا نتكلم عن موضوع أننا حيوان يتعالج بعلاج معين وحيوان ينصب بنفس المرض ممكن ما يفعلوش علاج طب إيه الحيوان مثلا اللي محتاج إيه يعني مثلا إيه الحيوان المعين اللي محتاج مساحة إيه إيه والاختلاف ما بينهم يعني مثلا يعني مثلا زي مثلا الجموس والكلام ده والبقر اللي بينطج الألبان واللحوم تمام هل ده بيحتاج مثلا إيه المساحة اللي هو المفروض يتربى فيها أو الحيوانات مثلا زي القطط والكلاب لما حد بيحب أنه هو يربي حاجة زي كده في البيت لو تكلمنا مثلا عن حانات الأليفة مثلا بتبقى لها مكان في البيت للورين بتاعها والسطول بتاعاتها مكان الأخراج بتاعها الطبيعي ونتعلم معهم في البيت وتعادلها فيش أي مشكلة لو تكلمنا مثلا عن قطعان الدجاج بالنسبة لنا فيه مساحة معانا لكل دجاجة في القطعان يعني مثلا عندي عنبر دجاج ببقى عارف ساعة أو مدى استحماله والقطع عندي قدق سواء والقطع عندي كإنتاج لحم كتسمين مختلف عن إنتاج البياض طبعا والمرحلة العمرية تختلف معايا ودرجة الرطوبة ودرجة الحرارة ده كلها بتختلف جدا من حيوان لحيوان لو تكلمنا مثلا على الصعيد مثلا بالنسبة للحيوانات الحلاب مثلا الجموس والبقى بيبقى لهم نيوتريشن أو تغذية معينة مختلفة عن اللي جنبها يعني مثلا الحيوان الحلاب لو نتكلم مثلا عن بكرة حلاة فأول موسم لها مثلا طيب يا ترى هي بتنتج لبن بس ولا بتنتي لبن وبرجننت اللي هو حامل طيب حامل فأول ثلاث شهور ولا تاني ثلاث شهور ولا آخر ثلاث شهور طيب كمية اللبن بتاعتها قد إيه الحالة المرضية اللي لها قد إيه وزنها قد إيه كل ده بتختلف معايا يعني ممكن عند قطيع حلاب ده بيبقى بيتقسمين فئات ده بياخد تغذية معينة وده بياخد تغذية معينة وهم كلهم حلاب فالحيوان بيختلف عن التاني حتى في العلاج برضه يعني بالنسبة لنا لو نجي نتكلم عن حالة مرضية في حيوان تصبها الحيوان طيب ممكن نفس المرض وتصبها حيوان وخد علاج معين وخف ما ينفعش أطبعه على الحيوان تاني قبل استشارة الطبيب بالزبط لازم يتواجه للدكتور البيتر هو اللي يقرر في عالو الآخر هو اللي شايف يعني هو اللي يقرر ان كاتل حالة تستاهل إيه مش مجرد يا جماعة يعني أسمع نصيحة من زميلي أو مربي حيوان والله حازت المشكلة معي فأخذ الخطوة وربي واتبح وودي الناس في دهي أو الناس تشتري لحمة ونبن غلط تماما وتنتشر الأمراض بالزبط لازم يكون يعني عامل القصة دي يكون عنده خبرة وطوعية وفي نفس الوقت يتابع مع دكتور بيتر تمام تمام ده الدكتور حتى لما بيجي ياخد برنامج تحصين القطية بياخده على أسس علمية وعلى تحليلات مش مجرد اللي هو يعني أنا أخذ الحاجة طبقا أبدا ده الدكتور بيحارس جدا في كل خطوة بيعملها طبعا دارس وفاهمه وبيعمل إيه الحيوان حيوان أخرص ما بيتكلمش يعني بالنسبة لإحنا لو تكلمنا كإنسان أنا مثلا ممكن أقول مثلا نحس بحاجة حتى لو علاج مثلا عامل المشكلة أنا أبدأ أقول على المشكلة اللي أنا فيها إنها بالنسبة للحيوان هتدي له هيقولك إيه يعني ده مشكلة يعني لازم دع ده حيوانات يعني حتى بالنسبة بالرفقة بالحيوان لازم نعمل بسلوكه حتى لما نجيب التربية نعمله بسلوك أدمي يا لبي حتى في حالة المرضية يبقى أكتر حرصا كمان معاه مش مجرد أجيب حواء نود وخلاص الحيوانات حساسة جدا طبعا جدا أنا عاب أقول لحضرتك إن الحيوانات بيحصل لها حالات اكتئاذ احكي لنا موقف بالنسبة للحالات حالات مثلا بالنسبة لل لو أنا كنت مقتني كلب عندي في البيت تمام هو طبيعي إنه هو أخذ علي أنا أنا مربيه وهو في جدا من أوقف الحيوانات عندنا طبعا مجرد إن أنا جيت كان حصل له تعب معنا وبدأت أقدله للألاج ما عادش بياربني خوفا يعني إذا لك أنت تخيلي إنه من السلوك بتاعه من المعاملة من ألم الحقنة مثلا عمل إيه معي يعني حيوانات حساسة جدا يعني بقيت عارفها لو مثلا لو أنا شنطة لألك بتاعتي داخل بيها تجنب تجنبها يعني سلوكه بقى واضح فاهمك آه طبعا فهمني فاهم تصرفاتك ده دي الشنطة مثلا أنا إيه اللي هيخد منها لإليه خلاص بقى متجنبني طبعا دي مشكلة يعني الحيوانات حساسة جدا والحيوانات بيجي لها زي ما قلت لك حالات اكتئاب طبعا يعني بعض الحالات اللي بنعمل تعقيم مثلا لبعض الوقت ممكن تخذ في حالة اكتئاب لوقت مثلا لو حيوانات الأليفة اللي بناخد منها الجانين بتاع الابن بتاعها بعد الولادة لو ما وصلش الحالة الفطان بتاعها كويسة ممكن الحيوانات تخذ في حالة اكتئاب متجنب الأفراد خالص تخذت ابنه منه الأم تدخل في حالة اكتئاب الحيوانات حساسة جدا ما يحدش فكرة جماعا الموضوع الحيوانات آه طيب الموضوع يعني الحيوانات مشابهة لنا كل الفرق انه هو مثلا ما بي هو ما بيتكلمش ما بيقدرش يعبر فده حيوان ربنا خير لازم تبقى انت مراعي حتى السلوك معه وطرقة التعامل والغذاء بتاعه ومش مجرد هرموله اي اكله خلاص حطه في مكان غير نظيف عمله يعني 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 بالنسبة للناس اللي بتقتنل الخلو وكلام من قبل اضرب فيها بطريقة يعني بشعة آه فهنا الواحد بيشوف الحاجات دي كتير بتبقى فيه ناس تستعمل الكرباج مع الخيل والحمير يعني ده طريقة سيئة جدا يعني مش كده يعني الحيوان عشان ما بيقولش مثلا إلا ألمني فتبدأ تنزل فيه يعني ليه ليه كده يعني يعني حاجات مناظر أو مواقف بتخلي مواقف صعبة آه صعبة جدا صعبة جدا مع الحيوان لو جينا حتى نتكلم أنا من وجهة نظري من وجهة نظري بالنسبة للأمراض آه اللي كنت بنتكلم عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان أنا في مرض كده أنا من وجهة نظر الشخصية أنا شافه أنه أخطر مرض اللي هو اللي هو السعار اللي إيه السعار 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 ده من أخطر الأمراض الموجودة حاليا الأمراض الفيروسية الموجودة ليه بقى؟ أولاً السعر مالوش علاق مالوش خلاص ومشكلته كمان إنه هو الأعراض ما يبانش اللي بعد ما يكون خلاص المرض سوطاً في جسم الحيوان المصاب وثانياً إنه هو مرض زونوتك مرض بنتقل من الحيوان الإنسان والسعر كمان فيه بعض الحيوانات حملة للمقروب بتاع السعر ومش بان على الأعراض يعني بينتقل مرض السعر من الحيوان الإنسان إزاي؟ عن طريق إيه؟ ممكن أشهر حاجة العد العد؟ آه طبعاً ممكن ومش شرط العد ممكن يكون أي إفرازات من الحيوان المصاب تنتقل طياركت مباشر مع الإنسان أو النساج بتاع الإنسان يترجع برضو العدم الوقاية والنظافة المستمرة آه طبعاً والتحصينات برنامج التحصيني أنا لو مجتني حيوان أليف في بيتي لازم أول حاجة شوف برنامج التحصيني بتاعه ومنظن برنامج التحصيني في حيوان الأليف فالسعر فأنا لو ما حصن حيوان الأليف بالنسبة لي يعني حافظت على الحيوان الأليف بتاعي وحافظت على صحيتي بالزبط مش مثلاً لا قدر الله حصل مثلاً عض من الحيوان الأليف اللي عندي يا طرى ده هو عنده أصابة ولا ما عنده شيء وطخل لنا في قصة تانية أنا غنى عنها وفيه ناس بتموت الكلاب وبتموت الحيواء يعني مجرد ما يحصل منه السعر اللي حضرتك بتقول عليه ده العض والكلام ده كله مشكلة مشكلة يعني لازم نسيطر عليه لازم يا جماعة بي عندنا توعية في المرض ده بالزبط لازم يكون فيه توعية أكتر من كده لك أنت تخيالي أن شكل الفيروس بتاع السعر جايساك الرصاصة زي الإيه الرصاصة الرصاص يعني حتى الحيوان لما بيموت من السعر أكنه يعني أكن مضروب يعني الخلاب بتاعته أكنها انضربت بالرصاص طبيعي والمشكلة كمي أنه بيقصب على جهاز العصر المركزي أول حاجة عاصر المركزي مشكلة جهاز العصر المركزي للحيوان وللإنسان المصاب الثلاثنين الثلاثنين آه بيسيطر على جهاز يبدأ بقى يعمل خلل في العضلات سواء في البلع في عملية البلع و عملية التنفس و الإنسان برضو في نفس نظام تبقى نفس الأعراض نفس الأعراض نفس الأعراض خوف من الماء خوف من الماء و مش عارف يبلع ما بيحصله نظام الشلل في عضلات المريق والبلعوم يبدأ الحيوان مش عارف يبلع مثلا بيحصل له أسسارة من ألعف الأشياء أو ألعف الأسوات أي حركة جنبه ولا حاجة آه طبعا ده مشكلة وفي الأول وآخر مسترها الموت يعني ملاش علاج تخيالي طب ليه يعني ليه محصنش الحيوان اللي عندي أو أتعال مع الحيوان مثلا بالطريقة ما بقاش عارف الأمراض ليه أو عندي ضرائب الأمراض المنتشرة ده يعتبر يعني أنا شايفه من وجه النظر أخطر مرض بالنسبالي أخطر مرض لأنه ملوش علاج لازم أنا بالنسبالي عندي حيوان أليف كلب أو قطة أي نوع الحيوان لازم أحصنه الأول لازم أحصنه لازم يكون فيه وقاية وتابع مع دكتور أقرب عيادة بيطارية أقرب دكتور بيتعامل معها لازم الدكتور يبدأ يحط له أول حاجة هو الأول بيعمل شك أب على الحيوان كامل كمعدل نبضه كمعدل تحليات الدم ده في الطبيعي وفي العادة مجدر أي أعراض آه تحليات طبيعية كرسي التحسنب بتاعتنا يبقى أنا كده في الأمان يعني أنا حفزت على صحة الحيوان اللي معي حفزت على أسرتي أنا أسرتي أو أنا نفسي أنا مسؤول منها يعني لما حفز على أسرتي يبقى كده أنا يعني رأيت ربنا في الحاجة اللي معي وحفزت على الناس بأن أنا مأزيش حد تاني يعني بالذات الناس اللي مربية البقر والعجول والكلام ده كله والدجاج الناس بتاكل من وراك الناس بتاكل وتشرب بالزبط يعني أنا حافظ على نفسي وعلى المجتمع طبعا طبيعي كده يعني أقلل من حدوث الأمراض الناس اللي هي بتبيع منتجات الألبان بتاعت المواشي والناس اللي هي ببيع اللحوم والحاجات دي طب أنا لما أكون محاصة على الحواب بتاعي أو ببيعه بصفة صحية كويسة بالنسبة لي مش بأكيد أحافظ على صحيحة الناس اللي حولي طيب أنت ممكن مثلا أنت بيعي الحاجة دي تقولها مش مأثر معي لو أنه ده يعني من رابع المستحيلات طبعا أن أنت أكيد أنت أول واحدة تصاب أنت أول واحدة يتعامل مع الحيوان المصاب يبقى أنت أول واحدة تصاب طيب لو نفترض مثلا أنت ديته لحد مثلا وخاد الحاجة أنت ممكن تتعامل معه باشا تنصب أنت كمان تمام خلينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني نكمل كلامنا مع الدكتور محمود أبو ليزي ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرحب بحضراتكم مرة تانية وبدكتوري محمود أبو ليزي أهلا بحضر قلنا كده يا دكتور نفذة مختصرة عن أشهر الأمراض بين الحيوان والإنسان إيه أشهرهم؟ ممكن نتكلم مثلا عن أمراض اللي الناس اللي ينبوا ربه الحمام 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 حتى فيه ناس حتى ممكن تروح للدكتور بشري يبقى عندها مشكلة سواء مشكلة فطرية أو حسية على السد تروح للدكتور بشري قولها أنت بتعامل مع عندك حمام في البيت ده نتيجة آه بيبقى في فطر كده اسمه ليس براجلس ده بيعمل مشاكل بيبقى لو الحيوان مصبي بيبدأ ينونه للإنسان يبدأ يعني أعراض تنفسي ناس كتير بتحب تعمل عش الحمام دور في البلكونة وانت دارك تكون تكتمع غري ان الحيوان أصلا بيطرف يبدأ لو معدن شارمر بيطان أطلق الهوى يعني حتى هو بيساعد مع الحركة بتاعته في انتشار المقروب معاه في انتشار المقروب يبدأ يعني أعراض أعراض تنفسي وحاة سيعة السدر وممكن توصل أمر التأف في الجلد لو جينا مثلا نتكلم عن الحيوانات الأليفة السيدات اللي هي بتبطاني القطط في البيوت القطط آه آه طبعا في مرض خطير اسمه التكسوبلازموزيس اسم إيه؟ التكسوبلازموزيس تمام ده مرض بينتقل من القطط للقطط غير محصنة يعني لازم نركز هات المحصنة عشان القطط لو محصنة أورد طبعا هتبقى الدنيا تبقى أسهل شوية للسيدات المشكلة إن في بعض الأمراض بيبقى الحيوانات حاملة المقروب بس هي متكيفة معها بس المقروب ده لو تقل لحيوان تاني حاملة المقروب هو بقى متكيفة معها طبيعي المربي ما عندهش فكرة خالص إن فيه مرض أصل آه طبيعي والحيوان مساير عليه أعراض أساسا بس مجرد ما يحتص مثلا تصار مباشر وبين الحيوان اللي حامل المقروب ده والإنسان يبدأ إياه زار الأعراض التوكسو بلازمة من الأمراض اللي بنتقل من القطط للسيدات الحوامل للسيدات بالأخص السيدات الحوامل بالأخص ممكن يعمل معها تشوهات جانينية يعني الست لو حامل تلاقي مثلا لقدر الله الجانين معها في تشوهات خلقية فأصعب الأمر ممكن يسعر مع إجهاضات الإجهاض ده حاجات يعني من أنا شافة لازم أي حد مربي حيوان أليف طبعا يبقى عارف المعلومة دي طبعا عشان خاطر هو لو متابع قريدي مع الدكتور بيطري في الآيادة هتلاقي الأمور معه ماشي أحسن ويبقى فيه توعية للأمراض باستمرار بالنسبة للأمراض بصفة عامة في بعض الأمراض برضو تبقى خطيرة من صاحبة للحيوان وبتسبب خسار اقتصادية عالية يعني فيه أمراض زي مثلا لو جاءنا نتكلم مثلا على القطيع مثلا نتكلم عن الخيول مثلا ما شاء الخيول خيول ما فيش مثلا مربط أو حد مقتني خيل عربي ومع ناشي من موضوع المغص المغص في الخيول من أشهر الأمراض من صاحبة الخيول سواء كان المغص متقطع أو متصل يعني مستمر أو في حدث فترات أو على فترات ده بيبقى نتيجة يعني مش حاجة واحدة بقى السابتة دايما ولا سابتة في العلاج ممكن يكون بسبب اللي هو حركة العمعاء الزيادة حركة المعدة بتاعت الحيوان فبيحس بألم ممكن حركة العمعاء بطيئة أو ممكن لقدر له وده أخطر حاجة إنساءات في المعدة طب قلنا كده يا دكتور باختصار سريع يعني إيه البرنامج الوقائي أو إزاي نتجنب حدوث الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان يعني واحد اتنين تلاتة كده المفروض ما نعمل شيئي عشان أبدأ أمنع المرض الأول حاجة الأمن الحيوان نظافه طبعا ده أهم شيء طبعا الموجردة الطائرات ونظافة المكان الحيوان بيقاش فيه أبدأ تخلص المخلفات بصفة دورية مع ملاش تراكمات أتخلص من القوارض والبعوض اللي بتبقى عمل أساسي في انتشار المرض ده أول حاجة تمام تمام البرنامج التحصين والبرنامج التحصين تمام تمام يعني للأسف وقت حلقتنا خلص ولكن الكلام لسه مخلص وانتظرونا في حلقة جديدة نادى شو ضمتم في حفظ الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة